إلى دارية من جديد من أمام أحد المعابر مفادة الإخبارية السورية ليمونة صالح ليمونة في واقع ما لديك يبدو أن هناك دفعة جديدة تخرج الآن كما هي الصورة ورائك تماما تفضلي نعم رانيا يعني عند تمام الساعة الرابعة يعني قبل 19 دقيقة تم إيقاف الاتفاق إلى غدا يعني الدفعة الأولى التي خرجت من دارية الآن تم إيقاف هذه الأعمال وإكمال هذا الاتفاق ما بين الجيش العربي السوري والمسؤولين القائمين على هذا الاتفاق والتنظيمات الرهابية عند الساعة الرابعة أي قبل 19 دقيقة تماما تم إيقاف هذه العملية لمتابعتها من جديد من صباح غد يعني صباح غد بساعات الصباح الأولى سيتم انطلاق جديد من متابعة إخلاء المسلحين والمدنيين خرج اليوم حوالي 250 مسلحا من دارية وأكثر من 300 مدني اتجهوا باتجاه مركز إيواء الحرجلة في ريف دمشق وهناك ربما نقطة معينة سيكون هناك تواجد وتجميع المسلحين الذين سيتم خروجهم إكمال هذا العدد عدد 700 مسلح ربما غدا وربما تستمر هذه العملية لأكثر من يوم يعني غدا أو بعد غد إذن العملية تمت إيقافها إلى هذا اليوم وبالتالي نعتبر بأن المعابر قد تغلق في هذه الساعة تحديدا أغلقت أغلقت هذه المعابر طيب هنا لو سمحتتنا حدثين عن 250 مسلح و300 مدني 250 مسلح الذين من المفترض أن ينتقلوا مباشرة إلى أدلب يسيرون من لحظة خروجهم إلى المعبر إلى أدلب مباشرة أم هناك نقطة تجميع لهم وبعدها يتجمعون ك700 مسلح فيما بينهم مع بعضهم وانطلاقهم مرة واحدة إلى أدلب كما ذكرت لك رانيا يعني هناك تجميع للمسلحين ومنهم من خرجت عائلتهم معهم من أين هي نقطة التجميع لو سرحت إذا كانت لديك معلومة نقطة التجميع مبدئيا كانت خارج دارية باتجاه جامع الأكرم في المزة ولكن هناك لا شك أنه سيكون تجميع بمكان مالي يقضوا الليلة لغد صباحا وربما لأيام متعددة رانيا ليكتمل هذا العدد ويتم إخلاء جميع المسلحين والمدنيين من دارية كما ذكرت لك إذن المعابر التي هي بعد الساتر الذي فتح مباشرة ما بين الجيش العربي السوري والمسلحين والمدنيين قد أغلق وقد تم إيقاف اللوائح وتسجيل أسماء المسلحين والمدنيين إلى غدا سيبدأ ويتابع موضوع الاتفاق هذا الاتفاق المبرم ستتم متابعته عند ساعات الصباح الأولى من يوم غدا لو سبحت لأيام ثلاثمائة مدني نستطيع أن نعرف هل هناك معلومات لديك حول عدد النساء والأطفال يعني بالعشرات هناك النساء والمسنين عددهم أكثر من الأطفال منهم هناك حالتهم شبه حرجة من أمراض هي ربما نشاهدها روتينية أمراض السكر وغيرها من الأمراض ولكن لا يوجد طبابة لا يوجد اعتناء فمن الطبيعي أن تكون حالتهم سيئة إلى حد ما نقل مع المدنيين بحافلة تقلهم خاصة بهم ليتم معالجتهم في مركز الإيواء وربما هناك يعني سيكون هناك استضافة من خلال كما سمعنا المعنجين بمحافظة ريفي دمش في مركز الحرجة لهم مباشرة اتجهوا إلى مركز الحرجة للمركز الإيواء ولكن المسلحين ذهبوا باتجاه آخر بانتظار إكمال أعدادهم يوم بالأيام القادمة غدا سيتم استكمال هذه العملية الإخلاء وإكمال الاتفاق المبرمى بين الجيش العربي السوري وتنظيمات المسلحة يعني تمام الرابعة قبل قليل قبل عشرين دقيقة تقريبا رانيا تمت إغلاق المعابر وإيقاف هذه العملية لمتابعتها من جديد غدا عند صاحة ساعة الصباح الأولى طيب ليمونة لو سمحت ولو كان سؤال أخير تواصلتم مع عدد من المدديين الذين خرجوا بضمن هذا الاتفاق أو أن الأمر كان شبه مستحي في واقع ما يجري عندكم هناك في دارية عند المعابر يعني دخلنا وتواصلنا معهم وجها لوجه ولكن لإتمام هذه العملية كي تنجح كان محظور علينا النقل مباشرة رانية تعلمين والسادة المشاهدين يعلمون عندما يكون هناك نقل مباشر يعني أنت تعطينا أحداثيات للذين لا يودون إنجاح هذا الاتفاق من الذين يعني من الذين لا يحبون المصالحات الوطنية على أرض سوريا الحبيبة فمن هذا الباب كانت توجيهات أمنية ولكن شاهدنا شاهدنا أكثر من مدني كان هناك لقاءات سنبثها فيما بعد على شاشة الإخبارية السورية لم يتفنى لنا أن نكون على الهواء مباشرة حفاظا على الاتفاق كي يكون ناجحا مئة بالمئة طيب لو سمحتنا يبون هل من أعداد للمخطوفين إن كانت هناك أعداد لمخطوفين متواجدين داخل دارية بين أيدي التنظيمات المتواجدة كانت في تلك النقطة هل لديكم أعداد أفضل؟ نعم رانيا نعم بالنسبة للإشارة إلى هذا السؤال المهم رانيا يعني دائما وأبدا هي هو محظر اهتمام الجميع الشهداء الجيش العربي السوري وأيضا المخطوفين كانت تفاوض عليهم مئة بالمئة منذ بداية هذا الاتفاق ولكن تمت تأجيل هذه العملية ليتم إجلاء الجميع لأن هناك بعض الأسماء من المصلحين يأخذون منهم بعض المعلومات فيما يخص الجثامين وتواجد رفاة الشهداء من الجيش العربي السوري وأيضا المخطوفين هناك حوالي 15 مخطوف من العسكريين والمدنيين لا يوجد رقم محدد ولكن حوالي 15 مخطوف وأكثر من أحد عشر شهيد هناك رفاة للشهداء هناك لجنة خاصة تتابع مع المصلحين أين هي أماكن تواجدهم لتسجيل المعلومات ليأتوا ذوي الشهداء وذوي المخطوفين ليستلموا الرفاة والمخطوفين من المدنيين والعسكريين هذه قضية مهمة جدا تتابعها القيادة العسكرية والسياسية السورية رانيا أشكرك جزيل الشكر ليمونة صالح كنت معنا من أحد المعابر في منطقة دارية مفادة الإخبارية السورية إلى هونك شكرا جزيل لك